الفريق الوطني المغربي شفتوا اليوم جميع بحضور رئيس الفيفا والرئيس موت سيبي على أن الفريق الوطني استعدى كما قلت من قبل وفق ما تقتضيه المشاركة في المنافسة من جهة ووفق ما تقتضيه متطلبات الدفاع عن لقب اللي حرز عليه الفريق الوطني لمدة دورتين كل هذه الاستعدادات توجد اليوم بالمجيء إلى المطار للتوجه إلى قسطنطينة قصد المشاركة في الشان مع الأسف الفريق الوطني والمجموعة انتعوا وما زال ينتظر هذا الترخيص الذي تم التقدم بطلبه منذ وقت والفريق الوطني كما قلت شيء مؤسف اليوم أن مجموعة من اللاعبين اشتغلوا رياضيا لمدة سنوات حتى يكونوا أولا في الفريق الوطني ومؤسف جدا أنهم استعدوا لهذه التدهورة خلال أشهر واستعدوا لها على جميع الجوانب بإجراء المباريات الودية الضرورية حرمان هؤلاء الشباب من المشاركة في تدهورتنا رياضية شيء مؤسف جدا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر